لضمان دخول مدرسي هادئ وفي أحسن الظروف باشرت وزارة التجارة وتلقية الصادرات إجراءات استعجالية عن طريق فتح عدة معارض جهوية لتوفير كل ما يحتاجه التلميذة وأكد الوزير طيب زيتوني أن مصالحه اتخذت خطة عمل وإجراءات جديدة لتوفير الأدوات بأسعار معقولة قدمنا نداء نداء للمساهمة وللمشاركة نداء للضامير لأن أبنائنا اليوم عندنا فئات كبيرة مش قادرة تقتني الكراس وقدمنا نداء ونظن باللي تجارنا يتفهموا ومصنعين يتفهموا حتى مستوريدين اللي ما حبش يتفهم كان إجراءات أخرى تقم بهذه الدولة وهي إجراءات قانونية للردع والمراقبة هذه هي آخر الدواء والكي نحن نفضل أن نفضل المقاربة التشاركية والتساهمية أحسن من المقاربة العقابية ومقاربة المضاربة وفي السياق ذاته يؤكد المنتجون أنه بفضل التسهيلات المقدمة من قبل الدولة وصلت نسبة تقطية المنتجات المصنعة محليا إلى 50% هذه السنة بالنسبة للتقطية في السوق المحليا راهي تقريباً 2023 حتكون في 50% بالنسبة للكارتوش ولا الماركر بالك 2024 نوصل لإكتفاء الإكتفاء الداتي تعال تزاير والـ 2025 حين يكونوا عندنا أهدف تعد تصدير لكنا من الحين وبالنسبة للعينات الأخرى اللي راح تكون في طور الإنتاج يعني زيد تساهم في الإنتاج وتقلص من فاتورة الاستيراد يعني إلى حد كبير عندنا الأسعار عندنا من 100 ألف تقضى كان عندنا حتى من 70 ألف من 70 ألف عندنا حتى 300 ألف 330 ألف ماكسيمو هذه مثل هذه المعارض تتيح للأولياء اختناء الأدوات المدرسية بأسعار في المتناول كما تحفز العارضين على تسويق منتجتهم المحلية والترويج لها ترجمة نانسي قنقر